نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا حيث تتواجد زميرتنا العزيزة مريم سميح اللي حتعرفت على آخر الأخبار وأهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الصحفية بموقع يلا كورا صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفتك العزيزة تفضلي وصبح عليك يا كريم وصبح عليك يا نهواندو وصبح على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورا وطبعا زي ما انت قلت يا كريم هيكون معنا لتحليل كل العنوين الصدرة صباح اليوم الاتنين الأستاذة مننا عمر الصحفية بموقع يلا كورا ولكن خلينا الأول نستعرض العنوين اللي هتكون معنا النهاردة فيه جولتنا الصحفية البداية من موقع يلا كورا بعثت منتخب مصر تصل إلى السنغال استعدادا لمواجهة الحسم ومن روسيا اليوم ماذا تحتاج منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس لبلوغ مونديال قطر وعنوان الثالث من اليوم السابع كندا آخرها عشرين منتخبا تحسم تأهلها إلى نهايات كأس العالم وأخيرا من الشروق رونالدو يمازح ببيل قد عاد الملك للمنتخب البرتغالي هيكون معنا طبعا لتحليل كل هذه العنوين من عمر الصحفية بموقع يلا كورا وصبح عليك يا منا في البداية منوران على شاشة قناة نادي الأهل صباح الخير عليك يا مريم منورة يلا كورا وصباح الخير على كريمون هاوند في الستوديو كل متبايقات نادي الأهل يمكن لا صوت يعلو فوق صوت طبعا يعني مواجهة منتخب مصر مع السنغال خاصة يعني مواجهة الإياب بعد زي ما شوفنا ماتشة الذهاب يمكن كان ماتش صعب الجول جاي ناس شايفينه حظو ناس شايفينه في النهاية هو جول حسم يعني فكرة أن احنا ممكن نكون مستراحين شوية في يعني الإياب شايفة زي المواجهة خاصة بعد صابة محمد عبد المنعم واندمام رامي ربيعة وعلي جبر للتمرينت مبدئا طبعا الباسة وصلت بسلامة الله في الساعات الأولى من صباح اليوم وصلت تقريبا حوالي الساعة واحدة صباحا كانوا خاضوا تمرين الصبح قبل السفر للسنغال التمرين ده طبعا شهد تواجد رامي ربيعة وعلي جبر بعد استبعاد محمود حمدي الوينش لتراكم الإنذارات ومحمد عبد المنعم للإصابة بكسر في الأنف بعدها تواجهت الباسة إلى مطار القاهرة ووصلت إلى دكار كان فيه كلام قبل ما نتكلم في الجزء اللي أنت تكلمتي عليه يا مريم أنه وليد العطار المتحدث الرسمي للتحاد الكورة قال تصريح مهم جدا مبارح أن أكد أن كل اللعيبة سليمة تماما اللعيبة جهزة تماما لأن كنا سمعنا بعض الأخبار اللي قالت أن محمد صلاح النجمال ليفر بول طبعا وقاد المنتخب خضع لاختبار طبي قبل التدريبات كان فيه شكوك سمعنا كلام يقلق أستاذ وليد العطار نفع كل الكلام ده وقال أن اللعيبة جهزة تماما كمان قال حاجة مهمة جدا أن الملعب اللي هيتلاعب عليه المباراة مش بعيدة عن الفندق زي ما بعض الناس تدولت المسافة ما بين الـ 2-15 دقيقة طبعا ده بيبقى مهم جدا لراحة اللعيبة وهي رايحة التمرين موتشيل زهاب طبعا إحنا قدرنا نحسمه طبعا طبعا دي نتيجة إيجابية جدا 1-0 كسبت بيها على ملعبي وسط جمهوري ما استقبلتش هدف وده كان مهم جدا بلعب منتخب السنغال أكبر تقريبا أقوى منتخب أفريقي دلوقتي هو الواخد بطولة أمم أفريقيا الأخيرة هروح ألعب هناك أنا يكفيني التعادل السلبي أنا مش عايزة أكتر من كده هتعادل سلبي خلاص بإذن الله أنا اتأهلت برضو لقدر الله الخسارة بس الخسارة مع التسجيل دي هتفرق معايا جدا أهم حاجة أن أنا ما استقبلش هدف خصوصا في النص ساعة الأولانية أو في الشوت الأول إجمالا ده هيحافظ على تركيز اللعيبة في الشوت التاني هنمتص حماس لعيبة السنغال هتبقى نازلة طبعا عايزة تتسجل هدف مبكر بتلعب على أرضها بتلعب بوسط جمهورها خسرانة في مطش الزهاب فأهم حاجة أن اللعيبة تكون مركزة جدا نقسم المباراة ما استقبلش هدف على الأقل على الأقل أخرج الشوت الأول صفر صفر ده بإذن الله بإذن الله هيكون يعني خلاص هيبقى 45 دقيقة إن شاء الله بإذن الله ونحسم التأهو إن شاء الله لو هنتكلم بقى عن المنتخبات العربية سواء مصر طبعا يعني منتخبنا الوطني أو المغرب والجزائر وتونس محتاجين إيه خلال الفترة المقبلة علشان يكونوا موجودين في أو يتأهلوا للتصفيات الأخيرة من مونديال قطر خاصة أن احنا شايفين يعني عارفة زي ما نقول أبن دونس في المنتخبات في ناس بتكسب برا أرضها في ناس بتكسب يعني بشق الأنفس فشايفة إزاي إن إحنا أو محتاجين إيه علشان منتخبات العربية كون موجودة في النهاية إحنا نبدأ بمنتخب مصر إحنا نتكلمنا عنه لسه من شوية أنا يكفيني تعادل السلبي بر أنا كسبت على أرضي 1-0 أهم حاجة ما استقبلش هدف هناك أحافظ على الهدف بتاعي أتعادل سلبي أنا كده تمام إن شاء الله تكون مصر تأهلت المنتخبات التانية تونس المغرب للجزائر عندها أفضلية إنها هتلعب المطشط على أرضها أفضلية تانية إن هما التلاتة قدروا إن هما يسجلوا برا الأرض تونس كسبت 1-0 على مالي المغرب اتعادلت مع الكونغو 1-1 والجزائر كسبت الكاميرون 1-0 فكل المنتخبات عندها أفضلية الهدف خارج الأرض بالنسبة للجزائر الجزائر هتلعب على الأرضها هتلعب وسط جمهورها معتقدش إنها هتخسر بالنسبة لها تعادل سلبي هيأهلها تعادل إيجابي بأي نتيجة هيأهلها أهم حاجة هي ما تخسرش بر يعني أو إن هي تستقبل هدف فبنسبة كبيرة الجزائر إن شاء الله هتأهلت نفس الكلام ما بالنسبة لتونس لأنها برضو هتلعب الياب على الأرضها المغرب هي اللي عندها مش هنقول مشكلة هي برضو سجلت أو قدرت إنها تتعدل مع الكون وخارج الأرض فعندها الأفضلية دي أهم حاجة هي ما تستقبلش هدف على أرضها بالنسبة لها تعادل السلبي يأهلها وطبعا الفوزي يأهلها لو هنتكلم عن العشرين منتخب اللي تأهلوا بالفعل يعني يمكن هنقول من ضمنهم ألمانيا، الدنمارك، الأرجنتين، كندا كمان يعني يمكن السعودية أكيد تأهلت شايفة إزاي ممكن يكون الأداء للمنتخبات اللي تأهلت بالفعل خلال الفترة المقبلة وممكن من يكون يعني قريب من كأس العالم بصي أنت زي ما أنت ما قلت لسه من شوية في الخبر اللي قبل كده إن في مفاجآت بنشوفها فيه بنشوف أبس عن داون كده في المنتخبات تلاقي فيه نتائج اتفاجئنا بيها اتفاجئنا أن مقدونيا الشمالية أقصت إيطاليا إيطاليا بطل اليورو وكسبت إيه بهدف قاتل في الوقت تقريبا البدل الضائع يعني وخسرت واحد صفر إيطاليا برا المنديال المرة التانية فإحنا بنشوف المفاجآت دي إحنا عندنا زي ما أنت قلت عندنا عشرين منتخب أخيرهم كان كندا أورجوي عندنا طبعا قطر البلد المستضيف عندنا السعودية تأهلت عندنا كوريا الجنوبية عندنا إيران عندنا اليابان عندنا طبعا إنجلترا أسبانيا فرنسا ألمانيا كرواتيا الدنمارك هولندا بلجيكا سربيا سويسرا كل المنتخبات دي عشرين وإن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى الرباع العربي بإذن الله هيحصلهم إن شاء الله أخيرا لو هنتكلم بقى عن انضمام ببيل للتمرينات الجمعية ومنتخب طبعا يعني زي ما احنا شفنا أو زي ما انت قلت منتخب بورتغالي يمكن بيستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة قوية أو مواجهة حسيمة طبعا للتأهل لمنديال قطر عشرين وعشرين أمام مقدونيا الشمالية طبعا يعني بعد شفاء ومفيروس كورونا هو انضم مرة أخرى للتمرينات شايفة ممكن يكون وجوده أساسي خلال المباراة المقبلة ممكن يضيف كتير أو ممكن أنه هو يحسم هذه المباراة بسي الناس اللي كانت بتعتقد أن مباراة قبل قبل يعني قبل دي أنه الناس كانت كلها متخيلة أنه هنشوف مواجهة ما بين البرتغال وإيطاليا المواجهة الوقت الحسابات اتغيرت المواجهة بقت ما بين البرتغال ومقدونيا الشمالية فاللي هيفتكر أن مباراة البرتغال قدام مقدونيا سهلة يبقى مش بيفكر صح مقدونيا جاية بدفع معنوية أن هي أقصد بطل اليورو مقدونيا كسبت تقريبا أخر أربع مباريات لعبتها في التصفيات من خمسة يعني من أخر خمسة لعبتهم هي كسبت أربعة فعندها دفع معنوية كبيرة عندها ثقة عايزة تحسب بطاقة التأهل عايزة تكرر المفاجأة اللي حققتها قدام إيطاليا وتكررها قدام البرتغال عودت ببيت طبعا طبعا هتفيت جدا خط دفاع المنتخب البرتغالي البرتغال طبعا كانت تأهلت للمساري النهائي بعد ما كسبت تركيا 3-1 وهتلاعب مقدونيا المواجهة إن شاء الله هيتلاعب بكرة وده مفوض إن شاء الله اللي هيحسم التأه والبقى مين زواء البرتغال سواء مقدونيا طبعا مع بقية المنتخبات شكورة جدا منا طبعا نوارتين وشرفتين بهذا التحليل لكل العنوين اللي كانت معانا النهاردة نوارتين على شاش قناة ناديل مرسي يا ماري من نوارتي مرسي ده طبعا كان لقاءنا مع الأستاذة الصحفية من عمر الصحفية بموقع يلا كورا ويمكن زي ما احنا شفنا أكيد يا كريم ويانا هوان ده كانت كل العنوين اللي معانا النهاردة أول صادرة وأبرزها صباح اليوم الاثنين كانت بتدور حول التصفيات المؤاهلة لكأس العالم طبعا عشرين واثنين وعشرين وأبرزها منتخبنا الوطني إن شاء الله عنده مباراة همه جدا بكرا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى كل شكر للأستاذة من عمر الصحفية